المرحلة رقم اتنين لازم اشوف ايه نقاط القوة اللي عندي نقاط القوة اللي عندي انا شديد الملاحظة انا حد بيعرف ينجز انا شابة مخلصاتي بيعرف مش عارف اعمل ايه واسوي ايه انا شاطر في الحاجة الفلانية انا بقى شوف انت ايه نقاط القوة اللي عندك واكتبها واحد اتنين ثلاثة لا انا بعرف اجيب الموضوع او التوبك مثلا وقوم جاي محلله خطواته وبعدين اعمله مراحله وبعدين وصغره كده واعمله مثلا خريطة زينية لا تاخدش نص صفحة كويس اعمل يلا وفيت زميلك وحط يلا جماعة تعالوا كزا احنا احواج ما يكون في المرحلة الجامعية الطلاب المغتربين كل اليابانجي اللي جاي انت محتاج حاجتين كسر حاجز اللغة وفهم يعني منطق اللغة ايه والمنهج اللي عندك لان كل دراسة لها لغوياتها واعرف المصطلحات بتاعت الدراسة الجامعة اللي انا بدرسها والكلية اللي انا فيها والنقطة رقم اتنين اعرف انجز ازاي اعرف نقاط القوة وانقاط الضعف انقاط الضعف بانسة يبقى انا عايز حاجة اسمها في الزاكرة ان انا اقعد كل فترة اعمل حاجة اسمها تجديد ورفرش للزاكرة وازاي حول المعلومات اللي انا باخدها من زاكرة قصيرة المدى لمتوسطة المدى لزاكرة طويلة المدى اربطها بايه اربطها بجميع الحواس الخامسة قرب الامتحانات بنعمل دايما من حضرة ازاي اتذكر وازاي اذاكر وازاي اعدلت الامتحان واعمل ايه في موضوع على الاقل موضوع المراجعة يبقى القلية بتاعت تنفيذه ازاي يبقى انا اول حاجة هويتي تاني حاجة يبقى عندي هدف الحفاظ على هويتي ده مهم جدا جدا احنا اللي بنغير الناس ليه لان انت اقوى هوية على الارض باسلامك وبدينك وبحبك ربنا وبالاساسيات اللي انت عارفة حتى لو كانت قليلة صلاتك صدقك حجابك التزامك حلال وحرام بس ما روحش هلاقي الناس في ملكوت تاني بعيد ويه بعيدهم هم اللي تسبغوا الحمد لله ان عقدة الخواجة مش موجودة قوي عندنا يعني في الوقت العربي موجود اي حاجة ما هي جاية من الغرب فهي حاجة واوي لا يعني الدنيا هنا مش قوي كده زي ما قلت لكم في اول محاضرة مزاي بقيت البلدان الغربية الوضع هنا مختلف شوية يعني اقرب ما يكون لينا في مصر ما فيش عودة الخواجة اولي تاني انا عايز اقلد الغرب بنسبة 100% لكن ان انا تنصبغوا بالصبغة لا ده انت اللي تصبغي لحواليك بالصبغة بتاعتك انت اللي يبقى اللي حواليك عايزينا في ايه ده مين دي مين ده بسمتك وبحفاظك على هويتك رقم اتنين ان انا فهم يعني ايه معنى الهدف وان انا حط خصائص الهدف كلمة سمرتي دي ازاي حققها في الحاجة اللي انا عايزها وايه الفرق ما بين الهدف والتمني او الهدف وان احنا مع بعض احلا ازاي حولها لتحقيق وانجازات باول مرحلة نقاط القوة بتاعتي واكتبها ودي تالت مرحلة ونقاط الضعف يا ايه طب ايه الفرص المتاحة عندي الونلاين انا بقولك انا هو انا بقولك انت قطالب في الغربة الحاجات الونلاين متاحة بنسبة 100% و1000% شوف مواقع اللي بتدي كورسات كورسيرة وادراك وكل المواقع اللي بتدي الحاجات مجانية على فكرة مجانية انت بس هم حاجة تخش وتتابع وتشوف الدنيا ماشية ازاي خش وتابع الفكرة في الاول وفي الاخر انت محتاج تعمل فوكس شديد على نفسك انا محتاج ايه وعاوز ايه واول خطوة ازاي لكن محلك سر دا لأ محلك سر دا احنا مش عايزينه محلك سر دا ان انا واقف وما بحققش خطوات اه الجامعة واحنا بنتكلم اهو في بداية الدراسة وفاضل اسبوع على الدراسة الدراسة واحد عشر ولا خمس عشرة يا بشر يا لماعي واحد عشر ولا خمس عشر الدراسة طيب يعني وكلها اسبوعين بكتير حدد من دلوقتي انت عايز ايه لكن ماشي مع الفوج وماشي مع الناس اصل الدنيا ما انت لسه قايلي يا دكتورة نظام عالمي اه نظام عالمي بس لازم استفيد منه نظام عالمي لازم يبقى لي حاجة انا بس نصدق وماله انزل واشتغل وحاول وشوف واتعرف على المجتمع وعمل واكسر الحاجز اللي بينك وبين ان انا احقق حتى ولو واحد ولا اتنين في المية من الاندماج لكن محلك سر لا طيب رابع حاجة محتاجها الطالب ان انا نظم وقتي انت محتاج مش تنظم وقتك انت محتاج تستسمر وقتك احنا اتكلمنا مرة على الادارة بتاعت الوقت وتنظيم الوقت هتكلم نهاردة عن استثمار الوقت ازاي الحاجة اعملها اعمل اكتر محفوضبل طايم وتريبل طايم ازاي ازاي اعمل دوت في اكتر من حاجة ازاي انجز 80% بنسبة جهد 20% ونسبة وقته اقل محتاج انك تعرف كده تتعرف في يعني ايه جدوة ريتني كنت جبتلكوا صبورة كتبلكوا عليها يعني ايه جدوة للي ايزنهاور هو مهم وعاجل وغير مهم وغير عاجل ايه الحاجات اللي ماينفعش ان انا لازم انا بنفسي اعملها وايه الحاجات اللي ممكن غيري يعملها افوضوا يعملها المشاويري لازم اقول فيها لأ انا مش فاضي ماينفعش اطلع معاك لازم كده في مشاوير لازم تقول فيها كده ماينفعش في امور بتنطلب منك اقول فيها اه وفي امور التعلم تقول فيها كلمة لأ عشان ما تخسرش نفسك ولا تخسر وقتك ولا تخسر جهدك انت محتاج تستسمر كمية الوقت القليلين بترجع من جامعة الساعة خمسة ولا الساعة ستة شوف هتعمل ايه وهتتغدى وتنصم حاجتك صلاتك حالك المراجعة ايه بلخص ايه ولو حاجة بعد كده ايمانية تعلي قلبي ولا تزود قلبي اسمع او اقرأ وخلاص وردك خلصت ودعاية صليت الوقت اللي رايت ربنا السلام عليكم الحواديت والناس اللي قاعدة في يورطات والحواديت اللي في اليورط اللي بتتقال والخروجات والمجي والكلام ده والنط مفيش نط من عصور بس كان ايامنا فيه نط عصور يعني كان الشباب بالمدينة الجامعية كانوا بيطلعوا لكن طبعا البنات ما كانوش بيعرف موضوع تضيع الوقت بتاع اليورط ده لازم تبقى فاهم يعني امتى الوقت اللي انا اطلع من فيه فسحة وامتى الوقت اللي انا لأ امتى بطى الكلام وامتى المكان المحدد اللي انا قررت انه انا هاعد فيه اخلص علي وبصوا ويوم بيومه ما ينفعش ان انا لو اجلت يوم هيتعامل عليك وبتاعي مبرح وبتاعي النهارده وتيكي تتزنب في ليلة الامتحان ونقول بقى يلا ازاي نوسع الزاكرة عشان تستقبل وللأسف يعني بتاخد نسبة اقل من 3% من نسبة استعاب زاكرة تعدي المليون في المية وانت مش عارف قدراتك فربع مرحلة انت محتاج تتعلم يعني ايه تستثمر وقتك تنظيم وقت قديني بحدد بالساعات عندي من حضرة من كذا لكذا عندي كذا عندي مش عارف ايه عندي ايه هخلص ده التنظيم ادارة الوقت ازاي الوقت يبقى لـ 24 ساعة 48 ساعة استثمر الوقت عندي الفراغات البينية وازاي ان انا استغلها وان انا اراجع ما بيني هنا وهينا وازاي ان انا حسبت مدة المواصلة انا طالع مثلا من الجامعة الساعة كذا المتربوس او الدلمش او البواص اللي انا حركبه ده وقت هياخد مسافة ممكن اخلص فيها ايه ايوة انجلس ما تضيعش وقت لاربع سنين خليهم اربع سنين استثمار الخامسة ولا الستة ولا السبع خليهم استثمار حقيقي علاوة على النشاط فترة انا بقول لكم فترة الجامعة فترة الماسية الفترة الماسية دي بتعمل فيها النشاطات الطلابية تطلع فيها تتفاس لان الروح بتحتاج انها بتشارك المشاركة بتعلمك بعد كده الانفتاح على المجتمع ويبقى عندك مهارات اجتمعية ما تبقاش ملاعسة مطلع خريت الجامعة مش عارف تتكلم تيجي في وسط مجتمع تعالي تعمل الانترفيو تقدم السيفي نقعد نعملهم دهارة واتنين ويرجع مش عارف وانت مخلص جامعة وانت وصلت المرحلة مش عارف ما انتش عندك المهارات ولا اللغويات ولا المهارات الاجتماعية اللي انت تكسر بها حاجز الكلام مع اللي قدامك وده موضوع صعب على فكرة موضوع صعب جدا لا انا محتاج اشتغل على نفسي محتاج ان انا عارف اعبر عن نفسي صح محتاج ان انا اقول انا محتاج ايه وانا عايز ايه اصلا انا بيجي نسأله متعايبي ايه الموضوع اللي انت مش عارف ده صعب جدا الموضوع ده وغلط يعني بيبقى مردود ومصصح فيه ناس بتلحق نفسها اعرف ناس بيلحقوا نفسهم خلصوا 22 23 لحد 27 28 بيقدموا سفيه طب ما انت قدامك اهو قدامك اهو السمار الوقت وتعمل دابل تايم فيه شغال على نفسي وعلى المهرات الشخصية وفي نفس الوقت شغال على دراستي اعمل انا عايزاك انت طالع سفيها الكامل انت رايح تقدم في اي مكان انا سفيه كامل وانا رايحة في اي مجتمع وفي اي فايا ان كانت شوالله لو سفراء ووزراء انا فاهم انها بقول ايه وعارف ما كانت بتقول ايه والكلمة اللي طالع مني موزونة ازاي لازم يبقى الحل بالشكل ده لكن يعني لابنقدم ولا بناخر او قضيت لاربع سين خليني اجيبكم واقول على نوع تاني خالص من الفترة دي واللي بيحصل انت كسادت اللي بتحصل داخل هو عاشق في اول سنة دخل حب وخلاص وانا واحد يبيحب الحب الافلاطوني يقول لك ده لو لقينيها ده نادر الوجود دلوقتي عايز اقول لك بتاع الحب الافلاطوني ده ببقاش موجود بس يجي مسلا مشكلة مسلا يقول لك يعني من بعيد لبعيد طب يا ابني كلمت اهلها طب متى سنة تالتة وطيبقول لها مسلا اهلي جايين في الصيف او انا اواجي اروح لاهلك طالما انت عندك استطاعة وهتقدر وهتخطو مش قادر يقدم على الخطو حاجات كديرة بتضيع بسبب عدم اقدامنا على الامر طب ده الحب الافلاطوني اللي ما بيتكلمش وراجل محترم وانا هو يدخل بيت بس لسه ما خدش الخطوة او الحب التاني والدنيا مفتوحة ما يعني يحدك من حدود الا رب رسوحانه تعالى ممكن اللي قدامك تقولك اوكي يلا يلا هلوم مجر هيتلك المهم انت متمسك بايه وعارف ايه وربنا قدام نص بعينك ولا لا وتعرف ان من ترك شيئا لله ابداله الله خير منه اعواضه الله خيرا منه ربنا قدامك ربنا في نص بعينك عشان يكرمك وما عند الله يا ابني لا يوتى الا بتاعتي لعمر حب ولا جواز ولا رزق ولا شغل ولا وظيفة ولا نجاح في جمعة ولا تعقق اي مستوى نجاح ولا معيار إنجاز إلا بريدة ربنا سبحانه وتعالى ومهما حققت تحتصاء في المعصية ما فوش بركة وتعالى قابلني ما فوش بركة بيروح أيام معدودات ويروح ايه لأنك لا شكرت وجاي تحت طائلة المعصية فانا محتاجة منك تنتبه لحاجة زي جدا الفئة دي انا مش هتكلم عليها كتير احسابكم ان شاء الله يا رب بما انكم بتعملوا نشاط طلابي وبتعملوا نشاط جامعي فان شاء الله يا حياتكم مشغولة بالاهداف القيمة والحاجات الصحة وامر معصية سواء يعني فتنة النساء ولا فتنة هيتجوزني ايه اخطوبي اصلا عملوا لايك والله يا دكتور عملك لايك ايه هيتجوزني وجاي عشان عمل لايك يعني عشان قال كومنتس مثلا كذا فمواهم البنات برضو احلام اليقظة ما دي كارثة برضو ركزوا ركزوا انتو في الفترة دي فترة تحقيق معيار انجاز على المستوى المهني والتعليمي والشخصي والمهارات الزاتية ركز